ويوم القيامة يقف وعيسى بين يدي الله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد قال عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى كفر الذين يعتقدون بالعقائد الباطلة في كتابه فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقالت النصارى المسيح بن الله ولذلك فإن قولهم افتراءٌ على الله تعالى والدعو أن هذا ابن الله وأنه أسلم نفسه لأعدائه ليقتلوه ليفتدي البشر من خطيئة آدم لما أكل من الشجرة ويزعمون انظر إلى العقائد الباطلة أن أرواح البشر ظلت محبوسةً في نار جهنم عقوبةً على خطيئة آدم حتى قدَّم المسيح نفسه فداءً للبشرية بالصلب ورضي بأن يُقتل على الخشبة ليخلِّص أرواح الناس المحبوسين في جهنم تبَّت عقولهم وتبَّت هذه العقيدة الباطلة أصلُ دينهم المُحرَّف مبنيٌ على أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد وهكذا هكذا يقولون فكيف يرضى العاقل أن يكون هذا مبلغ علمه ومنتهى عقله أليس لديهم رجلٌ رشيدٌ يعودُ إلى عقله وفطرته ثم اتفقوا على أن اليهود أخذوه وساقوه بينهم ذليلًا مقهورة هذا ابن الله المزعوب عندهم وهو يُحمل على خشبة صُلِب عليها وأعداؤه يبصُقون في وجهه ويضربونه ثم صلبوه وطعنوه بالحربة حتى مات ثم دُفِن وأقام تحت التراب ثلاثًا ثم قام من قبره فيال العقول ماذا كان حال العالم العلوي والسُفلي في الأيام الثلاثة التي كان إلههم المعبود فيها مقبورًا تحت الأرض ومن كان يُدبِّر السماوات والأرض ومن الذي خلف الله في هذه المُدَّة ومن كان يُمسِك السماوات أن تقع الأرض أعُبَّاد المسيح لنا سؤالٌ نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بفعل قومٍ أماتوه فما هذا الإله وهل رضاه ما نالوه منه فبُشراهم إذا نالوا رضاه وإن سخِط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه وهل بقي الوجود بلا إلهٍ سميعٍ يستجيب لمن دعاه وهل خلت الطباق السبعُ لما ثرى تحت التراب وقد علاه وهل خلت العوالم من إلهٍ يُدبِّرها وقد شُدَّت يداه وكيف تخلَّت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بُكاه وكيف أطاقت الأخشاب حمل إله الحق مشدودًا قفاه وكيف دنَى الحديدُ إليه حتى يُخالِطَه ويلحقه أذاه وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حين قد صفعوا قفاه وهل عاد المسيحُ إلى حياةٍ أم المُحيِّي له ربٌ سواه ويا عجبًا لقبرٍ ضمَّ ربًّا وأعجب منه بطنٌ قد حواه أقام هناك تسعًا من شُهورٍ لدى الظُّلُمات من حيضٍ غِذاه وشقَّ الفرج مولودًا صغيرًا ضعيفًا فاتحًا للثدي فاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك ما ينتج عن الأكل والشر هل هذا إلهُ؟ تعالى الله إن إفك النصارى سيُسأل كلهم عما افتراه فيا عبد المسيح أفق فهذه بدايته وهذا منتهاه ولذلك لما ذهب القاضي أبو بكر رحمه الله لمناظرتهم وكان من أذكياء المسلمين وجاءهم إلى مجلس ملكهم الروم فاتجه إلى حبرهم الأكبر وراهبهم الأعظم المُعظَّم عندهم وقال كيف الحال وكيف حال أهلك وأولادك قال ويحك 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 وقِّر صاحبنا وقِّر راهبنا إن الراهب منزَّه عن الزوج والولد قال سبحان الله وَيْلَكُمْ تُنَزِّهُونَ صاحِبَكُمْ عَنِ الزَّوْجَةِ وَالْوَلَدْ وَلَا تُنَزِّهُونَ رَبَّكُمْ عَنِ الزَّوْجَةِ وَالْوَلَدْ وكثيرٌ من هؤلاء يعلمون بطلان ما هم عليه ولكن يمنعهم حب الدنيا من ترك دينهم واتباع الحق قال ابن القيم رحمه الله في هداية الحيارة ولقد ناظرت بعض علماء النصارى فلما تبين له الحق بهت فقلت له وأنا وهو خاليين ما يمنعك الآن من اتباع الحق فقال لي إذا قدمت على هؤلاء الحمير قال ابن القيم هكذا لفظه يصف رعيته وأتباعه بالحمير فرشوا لنا البسطة تحت حوافر دابتي وحكموني في أموالهم ونسائهم ولم يعصوني فيما أمرهم به وأنا لا أعرف صنعة ولا أحفظ قرآنا ولا نحوا ولا فقها فلو أسلمت لدرت في الأسواق أتكفف الناس فمن الذي يطيب نفسا بهذا فقلت هذا لا يكون وكيف تظن بالله أنك إذا آثرت رضاه على هواك يخزيك ويذلك ويحوجك ولو فرضنا أن ذلك أصابك فما ظفرت به من الحق والنجاة من النار ومن سخط الله وغضبه فيه أتم العوض عما فاتك فقال دعنا الآن من هذا وأمسك